أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء أكد أن العلاقات التاريخية الوطيدة والروابط المتينة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة الممتدة عبر التاريخ تواصل تميزها نحو مزيد من التكامل والتعاون بالاستناد إلى ما يجمع البلدين الشقيقين من رؤى متجدرة ومواقف مشتركة في ظل ما تحظى به العلاقات البحرينية السعودية من دعم ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أشار سموه إلى الجهود الطيبة التي يوالي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي وعهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية ومساعيه الحثيث لتعزيز مسالات التعاون والتنمية والتنسيق المشترك بين البحرين والسعودية بما يسهم في تحقيق الخير والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حيث أشار سموه إلى حرس مملكة البحرين على تعزيز كافة أوجه العمل والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين والدفع بها نحو آفاق أكثر تكاملا واتساعا لافت سموه إلى أهمية البناء على ما تحقق من تعاون على صعيد مختلف المسارات التنموية بما يسهم في خلق الفرص النوعية ويعود بالنماء والاستهار على الجميع من جانبه أعرب معالي وزير المالية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على الحرص الذي يوليه بتعزيز أطر العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وتعزيز مجالات التعاون والتنسيق على كافة الصعود متمنيا لمملكة البحرين ولشعبها الشقيق مزيدا من التطور والازدهار ترجمة نانسي قنقر